الظروف المماهدة لانعقاد مؤتمر بلين الثاني 1884-1885 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأضطر مصدر ومرجع المعلومات في منتصف الثمانينات من القرن التاسع عشر أصبحت القرى الإفريقية قلب المشاتل العالمية وذايت من خلال التنافس الذي عرفته الدول الأوروبية من أجل السيطرة وتانى لهذا التنافس العثر في توطع العلاقات وزيادة الصراعات جراء التظارف في التوجهات وفي المصالح وإثر هذا الجودع باسمار المستشال ألماني لعرض مؤتمر دولي توافقي وتمثل في مؤتمر بلين سنة 1884-1885 ميلادي وذايت من أجل تخفيف حد التنافس بين هذه الدول الأوروبية وتدعرف مؤتمر بلين مجموعة من المحادثات السرية بين الدول الداعية والدول المدعوة بهدف جس النبض ومعرفة مدى موافقة على البنود التي سيناقشها المؤتمر الذي كان وراء عقده مجموعة من الأسباب جعلته ضرورة في سياسة باسمار لإيجاد صيغة تفاهمية بين الدول الأوروبية والذي انتهت مناطشته بجملة من النتائج والقرارات كانت تطبيقها الفعل على ساحة إفريقيا أولا الظروف الممهدة للعقادة المؤتمر إن السوء الفهم الذي حدث بين ألمانيا وإنجليترا كان نتيجة لسلسلة من الأحداث التي أدت إلى القطيع بينهما وكان الخلاف بين الدولتين تبدأ حول منطقة إنرا بيتوينا خاصة بعدما طالبت بعثة الرعاية التبشيرية من الحتومة الألمانية أن تطلب من الحتومة البريطانية التدخل في منطقة جنوب غرب إفريقيا لتطبيق النظام وحماية الرعاية الألمان والمبشرين والتجار لاتن الحتومة البريطانية رفضت أي إجراء للتدخل تم أرسل بإسماط إلى الحتومة البريطانية يستفسر عن مدى استعدادها لحماية أرواح المصالح الأجنبية في منطقة غرب إفريقيا وإنه في حال أفضت بريطانيا لهذه الحماية فإنه يحتفظ لنفسه بحق وضعها تحت الحماية الألمانية ولكن الموضوع لم يحظى باهتمام من المسؤولين البريطانيين ولم ترد بريطانيا إلا بعد ستة أشهر حيث اتخذ بيسمارت خطوات فعلية لتنفيذ هذه السياسة عندما أعلن أن منطقة جنوب غرب إفريقيا بيأتمالها تحت الحماية الألمانية وتانى ترار بيسمارت بالضم مفاجئة للحكومة البريطانية حيث لم يتوقع أحد أن بيسمارت يريد بسط السيادة الألمانية على المنطقة وتانى ترار إعلان الحماية في الرابع والعشرون أفريل 1884 ميلادي سببا في توتو العلاقات أنجر بيتوينا أو أنجر الصغرى تطعو في إفريقيا الجنوبية الغربية وضع علم ألماني على ساحلها من طرف تاجر ألماني يدعى لودريدز وكانت محل الخلاب بين ألمانيا وبريطانيا قبل المؤتمر وقد أتدت بريطانيا بدورها على مصالحها في المنطقة وأنها تحت النفوذ البريطاني وضمت الكاب لتشولاند وغضب بيسمارت من هذا العمل وإرسل لسفير الألماني بلندن في الرابع والعشرون جويل 1884 ميلادي يفيد رفضه للاعتراب بما اقدمت عليه بريطانيا وهذا الاحتجاج اعتبه إعلان الحماية على الشريط الساحل لأنجر بيتوينا من حدود مستعمرة الكاب في حدود البرتغالية في أنرولا وادت هذه السياسة الألمانية إلى زيادة التقارب مع فرنسا وظهر هذا واضحا في مؤتمر لندن الثامن عشر جويل 1884 ميلادي عندما انحزت ألمانيا لفرنسا أثناء منعتشة الميزانية المصرية وهي مسألة تانت تخص الدول الأوروبية كلها وبصفة خاصة بريطانيا التي تانت تسيطر على ميس منذ عام 1882 ميلادي ولم يرتفي بيسمارت من معارضتي لسياسة بريطانيا في ميس فقط بل انتهز فرصة عرض المعاهدة البريطانية البرتغالية في السادس والعشرون فيفري 1884 ميلادي وأبدأ استعداده للتعاون مع فرنسا ضد المعاهدة فبدأت المباحثات فيما بينهما في السادس والعشرون هوت 1884 ميلادي فاترح وزير خارجية ألمانيا التونت هانتز على الجانب الفرنسي ضرورة التوصل لاتفاق فرنسي ألماني بشأن القضايا في غرب إفريقيا وقبل انعطاد المؤتمر بشهر تقريبا ظهرت في الوفر بعض الخلافات بين فرنسا وبريطانيا بخصوص المسألة الفرنسية فخشي بيسمارت بوطوع الخلاف المواجهة بين فرنسا وبريطانيا بهذا الخصوص خاصة إن هناك اختلافات رئيسية بينهما حول المسألة المتعلقة بغرب إفريقيا فوجد بيسمارت في هذه الأثناء ضرورة الاتصال ببريطانيا ودعواتها للمؤتمر وإطلاعها على أسس التي على أساسها سيعترض المؤتمر لتشولاند محمية بريطانية في جنوب إفريقيا تسمى حاليا بيتسوانا نالت استقلالها في عام 1966 ميلادي وقد استمر التواصل البريطاني الألماني لطالب المزيد من الاستفسارات حول المؤتمر رغم موافقة وزير خريجية جرانفيل على عرضه من حيث المبدأ وقد كانت المعارضة في بريطانيا تدور حول غموض حرية التجارة خصوصا في المبدأ الأول وشكل الرقابة في حوض النيجر الأسفل في المبدأ الثاني وآخرا إلى أي مدى يطبق مبدأ الاحتلال الفعلي ولم تعترض بريطانيا على أي مبدأ من المبادئ الأخرى فيما بعد فهدفه التمييز بين التونر وبين النيجر الذي تسيطر عليه وبعد الإقاف في بلين في عود 1884 ميلادي بين بيسمارت والسافير الفرنسي تورسيل وأخبره بأن ما يريده هو إقامة نوع من التوازن بين الدول الأوروبية فيما وراء البحار وقد تمت مناقشة مسألة الدعوة للمؤتمر ومتان عقاده وإذ طرح بيسمارت مدينة باريس تمتان مناسب للمؤتمر لكن فرنسا ردت على هذا الأسلوب بالتوصية بأن تكون بلين مطال للمؤتمر جاء الرد الفرنسي بالموافقة على الدعوة للمؤتمر بعد أن أدرت الرجال الساس الأوروبيون بأن الصدام وارد لما حال إذ لم تتم الدعوة لعقده وبهذا فإن بيسمارت رجل استراتيجي تبيع تانا يرى أن عرض المؤتمر الهدف منه هو أن تلعب ألمانيا دورا مفصليا على الساحة الأوروبية والدولية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد